اشتركوا في القناة ويقرب من نصف العرض العالمي من غربي ووسط المحيط الهادئ إنها صناعة تقدر بخمسة مليارات دولار سنوياً وهي شريان الحياة الاقتصادية لعشرات الدول الجزرية الصغيرة وهي منطقة واسعة مأهولة من قبل الدول الجزرية الصغيرة ووفقاً للقانون الدولي فإنهم يمتلكون جميع الأسماك التي تقع ضمن نطاق مئتي ميل من سواحل ولكن مناطق صيدهم أصبحت هدفاً للصوص المحيط لذلك شكلت سبع عشرة دولة من هذه البلدان تحالفاً لحماية أصولها القيمة سماك التونة يقول ستيف مستيكا إنه وفقاً لجزر سليمان فإن القوة المتعددة الجنسيات لمنتدى جزر المحيط الهادئ لوكلة مصائد الأسماك تلاحق حوالي ألفين سفينة جارية وعلى الرغم من هذه الجهود فخلال سنوات العشر الماضية ارتفعت معدلات صيد المشروعة وغير المشروعة إلى أكثر من الضعف وعلى الرغم من أن سمك التونة الوثاب لا يزال وفيراً إلا أنه قد أفرط في صيد سمك التونة ذي الزعنف الزرقاء الثمين كما تدنت الأرصدة السمكية لسمك التونة ذي العين الكبيرة والزعنف الصفراء لهذا السبب يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الدول الجزرية الصغيرة لوضع اتفاقية مصائد الأسماك وإدارة الأرصدة السمكية في قرية نور الساحلية التابعة لجزر سليمان تعج وسائل النقل الصباحية بسكان الجزيرة الذين يركبون الحافلة الجماعية المتجهة إلى مصنع سول لمعالجة سمك التونة هذه المساكة تونة هي مهمة للشخصة 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 للشخصة